اتكلم ست العديد. طيب اكلمك شوعة لمطش المصري مبارح بما انه كان اخر لقطة للنادي الاهلي وقدم فيه عرض مع منافس محترم جدا. مصري الحقيقة سيزن ده من اقوى الفرقة اللي موجودة في الدوري. شفت الجيم ازاي وشفت الاداء اللي قدمه النادي الاهلي اللي اذكر لحقاوه مع المصري ازاي. بص في حاجات قبل المباراة لما تجي تتفرج على المباراة وتراجع مثلا اداء المنافس. هو المنافس ليه كده? نادي المصري ليه كده. تبدأ لتعمل فلاشباك على المباراة اللي قابليها. نادي المصري غير النادي الاهلي وغير النادي الزمالك اللي لانديات كبيرة. ما عندوش اللاعبة اللي هي الاحتياطي زي اللاعب الاساسي. اه. اه. هو بيشتغل مثلا مع 12-13-14 لعيب. مستواهم هو ده اللي بيلعب عليهم. اه. لعيب غاب او اتنين او لعيب عنده مجهدة تعملك مشهولة كبيرة جدا. نادي المصري المباراة اللي فاتت كان بيلعب سموحة. قابليها بثلت ايام. مباراة صعبة جدا جدا جدا. وفيها كمية جاري غير طبيعية. وكان بيلعبوا على مركز مين اللي يقرب. سموحة اتقرب من المصري او اتنين بينافسوا بعض في الجربة. بالضبط كده. والمطش خلص. اه. السموحة قادر يكسب في في الاخر. جي لعب النادي الاهلي بقابليها تلت ايام. عمل شوط الاولاني. مباراة رائعة. مصري كان لدي قوي جدا شوط الاولاني. مع. هرجع اتكلم. الاخطاة الدفاعية الساسجل اللي بنعملها لعبة النادي الاهلي. او خط ظهر النادي الاهلي. يعني مثلا لو بصيت الهدف بتاع عمر كامير عبد الواحد. اه. خطأ معلول في الكرة دي غريب جدا. يعني. يعني. اه. معماش اي لعيب حتى لسه مبتد. بس داي بيرجع لايه. للاجهاد. اه. انت لما بتكون مجهد تركيزك بيبقى اقل. اه. اه. فشوط الاولاني خلص اتنين اتنين. فرف المصر الشوط التاني فرقة تانية خلص. احمد رفعت مش هو. عمر كامير عبد الواحد مش هو. عدوهم لغباطة بنص الملعب. انت قد تممكن الشوط التاني تعمل نتيجة تاريخية. مع المصر. بعد ما وصلت اربعة اتنين كورة محمد هني اللي في العرضة. وانفرداتك بالجملة. انت كالعابت كالعابت اللاو مركزين مية في المية. كان النتيجة اللي تخلص المبارد دي ستة ستة اتنين على الهوى. شوال جايلك على الهوى. بما انه حلقة النهارده الحريف معنا كان الزقبقي بحمد بركات. في ناس كتير جدا بتشوف انه الشاحات شبه بركات. او انه لعيب من ناحية. ايبت هل يمكن طبعا من ناحية التكوين قريبين جدا من بعض. اكيد. اسألك على على مستوى الكورة. شايف شايف الشاحات نفس المدرسة نفس الطريقة. مسأة هو شاحات قريب لما بيكون اه في مستوى الفعلي. اه. في فترة معينة كان الشاحات كان مش هو الشاحات. دي برضو يرجع للعامل البدني. لحاجات نفسية. عدم دعم جمهور النادي الاهلي. اه. في وقت من الاوقات. وقويل كتيرا ان الشاحات اه. جيب ببلغ كبير وما ادناش. لا لا الشاحات عمل كتير. واخد بطول كتير مع النادي الاهلي. ولما فعلا لما بيكون اه في مستوىه الطبيعي. لا طبعا تقدر تكرر ببراكات. البركات طبعا من العيبة اللي في تاريخ النادي الاهلي ما تتنسيش. لا حسين الشاحات قريب جدا من اداء بركات. بيعرف يجيب جون. بيعرف يشد الفرق. بيعرف يوصل. بيعرف مهاري. بيعرف يشتغل في حاجات المساحات الديقة. اه. في حاجات كده انا فعلا تشبه تشبه في الاداء البعض. بالضبط. بالضبط. مين افضل تلعبين في مبارات انبارح من وجهة نظرك؟ اه. هنتكلم. اه. اولا عجبني السولية جدا لما رجع بعد المبارات. اكيد السولية. بص. السولية بيعمل ترابط بين خط الظهر والمهاجمين. وبيعرف يكمل مع المهاجمين. لكن اداء حمد فتحي. وديانج. اداءهم الانتين قرار من بعض. انك تقطع الكورة وتستخلص الكورة كتير. وتستلم الناس. لكن. لكن اداء الصولية مختلف. بيعرف ايشغل الفرقة. بيعرف اتحرك مع الفرقة لقدام. بيعرف اشتغل في الكورة السابتة. بيلعب دماغه كويس. اه. الصولية. واه. عجبني جدا برضه مبارح. آآ. ياسر ابراهيم عمل شغل كويس جدا بالذات الشوت تاني. كان فيش لغبطة في شوت الاولاني. لكن عمل جهة قوي جدا. وعجبني جدا. اه. اا. الاستغربة محمد هاني لما نزل. محمد هاني التغير بالضبط بالضبط كده الواحد كان قلقان محمد هاني بقاله فترة ما بالعبش لكن فعلا أدى دور كواس جدا وطمنك لما بيكون حد غايب ما تقلقش عندك البديل دي حاجة مهمة جدا على الفكرة دي حاجة مهمة جدا هو ده الشغل انك في كل مركز يكون عندك واحد واثنين والتنافس بيوصل الفرقة المستوى عالي يعني دلوقتي مثلا لما كهربة بدأ يخش كهربة دلوقتي لما تحس تحسب عدد لجوان كهربة جايب 8 جوان مع عدد المبارات الأولى اللي بلعبها يعني جايب زي بالضبط زي حسين الشحات فالمنافسة دي كويسة جدا انك انت اللعبة اللي بتلعب يفكر لا كهربة عايز يلعب لا صلاح محسن مثلا بيشد حيله عايز هي دي المنافسة